تمكنت شرطة منطقة الرياض من القفض على شابين ظهر في مقطع فيديو وهما يقودان مركبة عكس اتجاه السير في إحدى الشوارع الرئيسية في مدينة الرياض ووثق ذلك بمقطع فيديو وأوضحت الداخلية عبر حسابها على سناب شات أنه تم التوصل لهوية الشابين من خلال إجراءات الاستدلال من قبل المختصين بشرطة منطقة الرياض ومن جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر من خلاله تباهي شابين يستقلان مركبة ومخالفة أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة بالفعل إبراهيم نشاهد هذا الخبر ونشاهد كذلك الجهود الكبيرة تقوم بها شط منطقة الرياض بالفعل في فرض النظام وإحلال الأمن أسأل الله لهم التوفيق والسداد في هذه المهمة الوطنية والدينية والإنسانية